تعلق قلب ضياء بالصلاة منذ أن شرحها له وحببه فيها معلمه في الصف الثالث والذي يحبه ضياء كثيرا فبدأ يصلي كل الفروض بالمسجد باستثناء الفجر وكان كل ما يؤلمه أن والده لا يصلي فكم كان يتمنى الذهاب مع أبيه للمسجد لصلاة الفجر كما كان يتألم لأن أمه لا يعجبها انطلاقه إلى المسجد لأداء الصلاة فيه جماعة وكانت ترى أنه ما زال صغيرا على الصلاة ظنا منها أن صلاته تتعبه وتضيع وقته على الرغم من أن ضياء كان متفوقا في دراسته وأنه بالصلاة يشعر بسعادة غامرة لم يكتفي ضياء بصلاته بل قرر أن يجعل والده يصلي خاصة كلما وجده يجلس حزينا مهموما ويشتكي لأمه الكثير من المشاكل في صحته وحياته وعمله وكان ضياء يرى كما قال له معلمه أن الدعاء أثناء السجود في الصلاة يتقبله الله فيمسح الأحزان ويقضي الحاجات وبعد أن دعا ضياء والده للصلاة كثيرا ووجد الأب لم يستجب قرر الامتناع عن الطعام حتى يصلي والده مستغلا حب أبيه له لأن الصلاة ستسعد والده في الدنيا وتنجيه في الآخرة من النار وبالفعل قام الأب وصل الظهر وبدوره أكل ضياء طعامه ثم ظن الأب أن ضياء لن يكرر امتناعه عن الطعام فامتنع عن الصلاة ولكنه فوجئ بضياء يمتنع عن الطعام ست ساعات وعندما جاء إليه والده بالطعام قال له لقد حلفت أن لا آكل حتى أراك تصلي يوميا فوضع والده الطعام على مقربة منه وغادر الغرفة وفي الصباح عاد الأب فوجد الطعام ما زال على الحال الذي تركه فتأثر بهذا وأعجبته عزيمة طفله الصغير وعندما استيقظ ضياء من نومه وجد والده يبكي ووعد وعدا صادقا أن يصلي ويتق الله ففرح ضياء وبحب ذكر لأبيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تريها ومنذ ذلك اليوم لم يترك الأب فرضا وقد استجاب الله لدعائه وزالت همومه ووجد حلا لمشاكله وأصبح ضياء يصلي يوميا الفجر في المسجد مع أبيه وفي أحد الأيام ذهب ضياء مع أبيه إلى العاصمة وفي أثناء تجولهم بسيارتهم توقف الأب في أحد جانبي الشارع ونزل الأب ليقضي بعض حاجاته فيما ظل ضياء بالسيارة وفجأة جاء شرطي المرور ليخبر ضياء بأن والده قد ارتكب مخالفة مرورية نتيجة توقفه في هذا المكان غير المخصص للوقوف فسأل ضياء الشرطي هل صليت الفجر في جماعة؟ فخجل الشرطي وأجاب باستحياء لا أنا لم أصلي الفجر في جماعة عندها قال له ضياء إذن أنت الذي ارتكبت المخالفة وليس أبي فتأثر الشرطي كثيرا وأعلن توبته والالتزام بالصلاة ومن يومها وضياء يدعو جيرانه وأقاربه وأصحابه للصلاة ويلقى ترحيبا كبيرا لدعوته يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير